فسحة كبيرة من الفراغ الدستوري أوجدتها غياب المحكمة الاتحادية التي تشير كل المعطيات وبحسب متابعين على أن لا نية للكتل السياسية إنهاء جدليتها بدلالة مرور ما يقارب عام ونصف على كسر نصابها وخروج ثلاثة من أعضائها قانون المحكمة الاتحادية لربما يندرج ضمن هذا التأخير حتى تكون هناك أسباب منطقية لعدم حل البرلمان لنفسه والذهاب إلى انتخابات مبكرة فسنلاحظ بأن هناك جدلا وشدا وجذبا بل هناك سكوتا مطبقا حول تعديل فقرات قانون المحكمة الاتحادية الخلاف الأكبر حول إكمال النصاب هو آلية ترشيح لأعضاء جدد تسحب كل جهة سياسية وتشريعية حبل الترشيح إلى جانبها لكن البرلمان يرى أنه الأحق في الترشيح ورأي آخر يوجب إشراك فقهاء الدين في عمل المحكمة الاتحادية والجدال مستمر داخل أروقة مجلس النواب هل نمرنا القانون المشار إليه في المادة 92 أم نذهب إلى تعديل القانون الحالي وإذا ذهبنا إلى تعديل الحالي هل نتطلب الثلثين أم الثلثين المطلوبة في المادة الدستورية 92 طبعا أيضا الجدل هل يشمل التعديل الثلاثة أعضاء محكمة الاتحادية فقط أم يشمل جميع أعضاء المحكمة الاتحادية هذه جدلية قانونية طبعا جدلية قانونية وإحنا في أروقة مجلس النواب سوف يتم مناقشتها كان مطلوح ممكن الخميس القادم أن يتم عرض مشروع قانون المحكمة الاتحادية تعويض النقص الحاصل صار أشبه بمعضلة لا تحل أو أداة تستخدم لتأجيل الانتخابات ولصد الاعتراضات على بعض القوانين التي تشرع من قبل بعض الكتل السياسية قناة الرشيد عمار غسان بغداد